خلاصة سريعة لما قدمته لكم فيما يرتبط بالحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية الحد الثالث هو حد الأحرار الثائرين الطالبين بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وثأر الحسين مثل ما قلت لكم لا هو بثأر عشائري ولا بثأر شخصي ولا بثأر عاطفي ثأر الحسين ثأر تكويني قبل أن يكون تشريعيا يرتبط بكل التكوينيات مثل ما مر علينا في الزيارة الشريفة قبل قليل حتى يستثير سبحانه وتعالى حتى يستثير لك من جميع خلقه لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم لكنني ألخص القول فيما يرتبط بالترة الحسينية التي في ذممنا هذه أترة في جذورها وفي أصلها تعود إلى تلك المعرفة المكتومة في بواطننا والتي من آثارها من آثار تلك المعرفة المكتومة الحرارة التي لا تبرد أبدا إنها حرارة الثأر ما هي بحرارة الحزن ولا هي بحرارة الجزع فإن الجزع تنطفئ حرارته وكذلك الحزن تنطفئ حرارته الثأر هو الذي لا تنطفئ حرارته ينعكس هذا في العبرة والحسين قتيل العبرة ما ذكره مؤمن إلا واستعبر ينعكس هذا في نوع الخدمة الحسينية التي نؤديها قطعا كل شيعي بحسبه لا يشترط في الخدمة الحسينية أن تكون في الساحات العامة أو في المساجد أو في الحسينيات فالشيعي يستطيع أن يؤدي خدمته الحسينية في بيته فيما بينه وبين نفسه نحن عبيد للحسين والعبد لا بد أن يقوم بدور الخدمة بحسب ما يستطيع نحن هكذا نخاطب الحسين في زيارته الشريفة في مقدمات زيارة وارث عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق فهذا العبد ابن العبد ابن الأمت المقر بالرق يجب عليه أن يقوم بشيء من الخدمة التي يستطيع أن يقوم بها وإلا ما معنى أن يكون للحسين عبدا وهو في الأصل ابن عبد للحسين وابن أمت للحسين فما معنى أن يكون عبدا وهو لا يؤدي أن يمستوى من مستويات الخدمة الحسينية ليس بالضرورة مثل ما قلت لكم أن تؤدى الخدمة في الساحات العامة أو في الشوارع وطرقات أو في الحسينيات أو في القاعات الكبيرة علينا أن نؤدي خدمتنا للحسين بحسب الاستطاعة والمكنة فالتيرة التي في ذممنا جذورها تمتد إلى المعرفة المكتومة في بواطننا ومن هنا من هنا من هنا نحن بحاجة أن نتوجه إلى فاطمة كي تعيننا في هذا الطريق فهي القيمة ألا تلاحظون أن جميع الطرق تقودنا إلى فاطمة إنني أتحدث عن الثقافة التي أطرحها في برامجي لا أتحدث عن الآخرين حين أقول لكم ألا تلاحظون أن جميع الطرق تقودنا إلى فاطمة إلى أفنية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نحن نحتاج فاطمة كي تصدق عقيدتنا ونحتاج فاطمة كي تطهرنا ونحتاج فاطمة كي تقبل ديننا وإسلامنا وكي تصدق على عقيدتنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وهذا تقرؤونه في زيارتها الشريفة إننا نحتاج فاطمة كي تصدق على معرفتنا بإمام زماننا فهي أسوة له وهي إمامه وفاطمة إمام الأئمة من ولدها من المشتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليها وعلى ولدها المعصومين ونحتاج فاطمة ونحتاج فاطمة إنها القيمة على الدين إننا نحتاجها في كل شيء سل أمه عن يا مقدات نحن نوجه السؤال إلى فاطمة ليس عن الحسين فقط إننا نوجه السؤال إلى فاطمة عن محمد وعلي وعن آل محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأن الله وجه جبرائيل في حديث الكساء اليماني الشريف حينما سأل عن الخمسة الذين هم تحت الكساء وجهه إلى فاطمة قال هم فاطمة وأبوها فوجه نظر جبرائيل إلى فاطمة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إذا أصبحنا في هذه الأجواء وخالطت هذه المضامين عقولنا قلوبنا خالطت أنفاسنا وامتزجت بأرواحنا واندمجت مع أنفسنا حتى أصبحنا نستشعر أنها تجري في عروقنا حينئذ استطعنا أن نحول الترة التي في أعناقنا للحسين إلى محرك يحركنا باتجاه ثأره باتجاه حقه الثابت في أعناقنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر